نروح لنادي الزمالك جسدالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك اجتمع في مران الفريق النهاردة بالمدافع محمد عبدالغاني اكد لمحمد عبدالغاني ان انت مكمل معنا مكمل مع الفريق كان فيه كلام الفترة اللي فاتت او الايام القليلة اللي فاتت محمد عبدالمران ممكن يخرج من نادي الزمالك على سبيل العارة الراجل فريرا قال له انت مكمل معايا انت من العناصر الاساسية في الفريق وهستفيد منك وهعتمد عليك الفترة اللي جاية فطمن عبدالغاني عفوا وقال له ان انت خلاص مكمل مع نادي الزمالك زي وانا لكم بارح عمر السيسي خلاص قريب جدا من نادي الزمالك تم الاتفاق مع طلاع الجيش على كافة التفاصيل والامور النهاردة بنقول لكم ان الصفقة كانت وقفة على ضم الطلاع للاعب سيرامية كلوباترة الغاني كوامي باتسو طلاع لما ضم كوامي باتسو قال خلاص نفتح الباب لرحيل عمر السيسي عوضت عمر السيسي فموافق انه ممكن يروح لنادي الزمالك فالصفقة الجديدة من سيرامية كلوباترة هي اللي خلت نادي طراء الجيش وافق على رحيل عمر السيسي الى نادي الزمالك وهو من اللاعبين المهمين والله يبقوا صفقات كبيرة في نادي الزمالك كمان الزمالك بيعرض على فريرة البقاء في الاسكندرية بعد مواجهة فالمبو في لقاء الزهاب من دوري ابطال افريقيا دول 32 ومقرر اقامته يوم 9 من الشهر الجاري انتظار لمباراة الاياب اللي هتكون يوم 14 يعني اقال له انت من 9 الى 14 تبدل في اسكندرية ما ترجعش الكهيرة وترجع اسكندرية تاني عشان انت عارفين ان المباراتين هيقوموا في الاسكندرية وبالتالي عرض على فريرة هذا الامر لكن فريرة حتى هذه اللحظة بيرفض الفكرة ديت وطلب العودة الى الكهيرة وفي محاولات مع فريرة انه الفريق يفضل في اسكندرية عشان موضوع الارهاق او الحركة الكتير واكيد اضره بموضوع الارهاق والامور البدنية النادي ازا مالك وايشوف الصحة وهيعمل كمان فريرة وضع برنامج بدني مكسف للعب البنيني سامسون كينولا عشان يبقى موجود مع الفريق الفتر اللي جاي بحالة بدنية جيدة ومش مستعجل ان هو يشاركه خاصة اللعب مش مقايد افريقيا ومش يلعب مباراتي فلمبو الرواندي وبالتالي هيقضع لبرنامج بدني كبير جدا عشان يبقى جاهز مباشرة للمشاركة مع نادي الزمالك في الفترة القادمة طيب حسب قرارات جوسفالو فريرة الموديل الفني لنادي الزمالك نادي الزمالك كمان اقترب تماما من حسم صفقة يوسف حسن لاعب وادي دجلة بعد المفاوضات اللي تمت بين الناديين في الفترة الاخيرة من المفترض انه يكون خلال ساعات حسم كبير او حسم واضح لي الصفقة لنادي الزمالك عشان يكون اللاعب اضافة كبيرة ومهم عشان اللاعب موهوب جدا لنادي الزمالك في هذا المركاتو المركاتو الصيفي ده بالنسبة لنادي الزمالك